بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيميا الكهربائية كيم 233 مواصل في الوحدة الثانية وهي تفاعلات الأكسد والاختزال في هذه المحاضرة نهدف إلى تحديد تفاعلات الأكسد والاختزال وتمييزها عن غيرها من التفاعلات الكيميائية كيف نصل إلى هذا الهدف من خلال معرفة التغير في عدد الأكسد للعنصر في المواد المتفاعلة والناتجة يعني نحتسب رغم الأكسد لكل عنصر في المتفاعلات وأيضا في النواتج إذا وجدنا أن رغم الأكسد قد تغير فهذا يعني أن هذا التفاعل هو تفاعل الأكسد واختزال أما إذا وجدنا أن رغم الأكسد لم يتغير فهذا يعني أن التفاعل ليس تفاعل أكسدا واختزال لمزيد من التوضيح نأخذ الأمثلة التالية هذا التفاعل بين كولوريد الصوديوم يعطي أيون الصوديوم وأيون الكولوريد الهدف هو معرفة هل هذا التفاعل هو تفاعل أكسدا واختزال أم لا كيف نحسب رغم الأكسدا للصوديوم في المتفاعلات وللصوديوم في النواتج ثم للكلور في المتفاعلات وللكلور في النواتج إذا وجدنا أن أرقام الأكسدا لم تتغير فهذا يعني أن التفاعل ليس تفاعل أكسدا واختزال أما إذا تغيرت فهذا يعني أن التفاعل هو تفاعل أكسدا واختزال إذا حسبنا أرقام الأكسدا بالطريقة التي شرحناها سابقا نجد أن رغم الأكسدا للصوديوم في المتفاعلات موجب واحد ولي السوديون في النواتج أيضا موجب واحد إذن رغم الأكسدة لم يتغير نذهب إلى الكلور رغم الأكسدة للكلور هنا سالب واحد تم حسابه بالطريقة التي شرحناها سابقا رغم الأكسدة للكلور في النواتج أيضا سالب واحد لماذا؟ لأنه أيون وحادي الزرة ويحمل شحنة مقدارها سالب واحد إذن رغم أكسدة هو الشحنة التي يحملها إذن أعداد الأكسدة لم تتغير لم تختلف في المتفاعلات هي نفسها موجودة في النواتج إذن هذا التفاعل ليس تفاعل الأكسدة واختزال نأخذ مثالا آخر كلوريد الصوديوم يتفاعل ليعطي في لزة الصوديوم زايد غاز الكلور كيف نعرف أن هذا التفاعل هو تفاعل الأكسدة واختزال أم لا؟ من خلال التغير في أعداد الأكسدة نحسب رغم الأكسدة للصوديوم في المتفاعلات وللصوديوم في النواتج ثم للكلور في المتفاعلات وللكلور في النواتج إذا حدث تغير في رغم الأكسدة هذا يعني أن التفاعل هو تفاعل الأكسدة واختزال أما إذا لم يحدث أي تغير في رغم الأكسدة فهذا يعني أن التفاعل ليس تفاعل الأكسدة واختزال رغم الأكسدة للسوديوم هنا هو موجب واحد حسب بالطريقة المشروحة سابقا ورغم الأكسدة للسوديوم في النواتج هو صفر لماذا صفر؟ لأنه عنصر حر لا يحمل أي شحنة إذن رغم الأكسدة صفر إذن رغم الأكسدة تغير كان موجب واحد في المتفاعلات وأصبح صفر في النواتج نذهب الآن إلى الكلور في المتفاعلات رغم الأكسدة سالب واحد إذا ذهبنا لغاز الكلور في النواتج نجد أنه رغم الأكسدة هو صفر لماذا صفر؟ زر حر لا تحمل أي شحنة إذن رغم الأكسدة يساوي صفر إذن رغم الأكسدة للكلور أيضا تغير من سالب واحد إلى صفر إذن هذا التفاعل هو تفاعل الأكسدة واختزال لأن أرقام الأكسدة غد تغيرت بذلك ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقر الكيمياء الكهربائية في دروس لاحقة ترجمة نانسي قنقر